حنان عقيل امرأة في عقدها الثالث مثال حي وصاطع لفاعلة جمعوية حملت على عاتقها مهمة العناية بالأطفال ذوي توحد وخذمتهم البداية ديالي كانت سنة 2012 كانت رحلة مليئة بالعطاء وبالسعادة وبالرضى الداخلي وكذلك الإحساس بالفخر والاعتزاز بالعمل في المجال الاجتماعي والانتنماء الجمعية شغفها بالعمل الجمعوي والمدني كذات شمعته تنطفئ في البداية لو لا إصرار حنان على اقتحام المجال والتغلب على خوفها من قلة التجربة والحيلة في مسايرة فئة الأطفال في وضعية إعاقة أنا بالنسبة لي العمل الجمعوي في الإيجابيات كثير من السلبيات وفاش كتكون بيئة عمل إيجابية كتساعدك وكتدعمك من أجل العطاء ومن أجل تقديم الأحسن حنان تستمتع بعملها مع الأطفال والشباب ذو التوحد حيث يمنحها هذا الارتباط بالعمل الرضع عن النفس وهي تعيش في عوالم هذه الفئة المليئة بالحب والبراءة والصفاء اشتركوا في القناة